شهد اليوم مقر منسقية الصندوق الأوروبي للتنمية حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة وقع من جانب الحكومة وزير الاقتصاد والتنمية انجتو تيرانا ينباي ومن جانب الاتحاد الأوروبي سفيري بالبلاد تقرير عدم حسن المكان بعد أن قضوا ثلاث سنوات بالتمام والكمال من الدراسة لمجلس الشباب لتنشيط والتربية البدنية والشباب والرياضة بالمعهد الوطني للشباب والرياضة إيان جيس جاءت سلسلة من المناقشات لسبعين طالب وطالبة من خرجي المعهد الوطني للشباب حيث تحصلوا بعدها على شهادة الليسانسة في المجالات المذكورة آنفا وذلك حول موضوع مشاركة الشباب في الاندماج الاجتماعي من خلال المقاولة المدير العام للمعهد الوطني باسالي لازاكي من ناحيته أوضها بأن من برامج المعهد تدريب الشباب وتعهيلهم في خدمة الشباب والرياضة وطلب من اللجنة التحكمية العمل بمصداقية تامة وزيرة الشباب والرياضة والترفيح حبيبة سولبة بدورها أكدت بأن السلطات العلية تقف بجانب الوزارة وتولئ اهتماما كبيرا للأعمال التي يقوم بها المعهد المتمثل في تخرج دفعات لصالح المعهد وتنمية هذا المجال الحيوي هذا وقد تفقدت الوزيرة مختلف قاعات التي يناقش فيها الطلاب وقدم لهم وصايا وإرشادات لأجل مداعفة الجهود في ترقية هذا المجال هذا هو التقرير الزميل عباس بكر حول نشاطات التي قامت بها وزيرة الشباب والرياضة حول إدماج الشباب في المجتمع